السلام الله عليكم ورحمة وبركاته طلب تصف الرابح اني راجع عشان الامتحانة بيقول قاعد كتابة ما يلي بعد تصويب الاخطاء القطع دي فيها مجموعة من الاخطاء بيقول ياخد بالها كتيرة كلمة كلمة عشان تراجز او في صباح صباح دي غلط المفروض دي صاد يوم مشر الجميل ذهبت الى معلمتي في المدرسة اللي اتحدث معها كل ده جميل ولكن دي انا اسف ان هي مفروض بغير مد الالف وجدتها مشغولة ولهذا لهذا دي المفروض ما فيش مها مد الالف قررت ان اذهب اليها في وقت لاحق ولكنها لاحظت وقوفي خد بالك لكنها برضو مفروض ان يبقى ما فيهاش مد الالف وقوفي ونادت علي انت دي فيها يا ازاي انت على تحتها كسرة يا طالبتي المفضلة هل تريدين التحدث الي فقلت بالقاف مش بالكاف لها نعم يا معلمتي في حصة دي خد بالك ان هي صاد اللغة العربية بالامس الامس المفروض انها سين كان لي العديد من الاسئلة الخاصة بطريقة كتابة المقال فردت ردت دي المفروض انها دال المعلمة عليها سأعيد شرحها لكم اليوم مرة اخرى يا عزيزتي هي دي من مجموعة الاخطاء الموجودة عندك انت حضرتك هتصلحها وحتنقل القطعة تاني كلها تتنقل القطعة هنا كلها تحتها بالتصحيح بتاعها ويا ريت عشان تبقى واضح تحط خطة تحت الكلمة اللي انت صلحتها عشان المعلم ياخد بال السؤال الخامس في الكتابة بيدي لك المطوية وانا كلمتك قبل كده عن المطوية وقلت لك انها بتتكون من اربع حاجات الحاجة الاولانية اللي هو العنوان والحاجة التانية اللي هي المعلومات والحاجة التالتة اللي هي ملحوظات تخيلية والحاجة الرابعة اللي هي نصيحة فهو هنا هيجي اسألك ويقول لك تتحدث المطوية عن فما تقوليش ما تكتبش العنوان لا يعني هنا تتحدث المطوية عن السلامة طيب ايه عنوان المطوية اه ده عنوان المطوية بقى حزام السلامة الهدف او النصيحة في الصفحة التانية خد بالك ان ده هي الصفحة التانية الصفحة التانية الهدف منها هنا ايه اه لا بديك معلومات واضحة جدا ان نقول لك شركة سيارة اوروبية هي اول ما نبتكر حزام يبقى دي معلومة اكيد الهدف من الصفحة التالتة وهي الصفحة دي بتاعت ماذا لو تخيي تحليل واقناع انا بحللك ايه اللي يحصل لو زادت نسبة الوفيات ايه اللي يحصل لو كذا بحللها لك وبقنعك الصفحة الرابعة واللي هي الصفحة الاخيرة دي بيبقى عبارة عن نصيحة بنصحك بقى نصيحة معينة بيقولك فكر في عنوان اخر ليه المطوية سهل جدا ان انا مكتوب عندي حزام السلامة اكتب حزام الامان الامان اثناء السواقة اه الافضل خليك في حزام الامان اضف نصيحة لقائد السيارات بعد قراءة المطوية النصيحة هي الزام قائد السيارة الركاب بربط حزام الامان حفاظا على سلامتي شكرا السلام عليكم هنا بيدي لك مطوية تانية وبيقولك رجعها وحل اللي فيها المطوية الاولانية بيقولك حافظه على البحار ودي العنوان المطوية التانية هل تعلم ودي معلومة المطوية التالتة تحليل وإقناع المطوية الرابعة بيدي لك نصيحة فهنا بيقولك العنوان ايه في الجزء ده العنوان حافظه على البحار ده العنوان من المعلومات عندك هنا مدي لك بص تلات معلومات ادي واحدة التانية التالتة حدك اختر اي واحدة منهم مكتوبها ما تكتبش التلاتة اكتب واحدة بس اكتب البحار مصدر غزاء مهم للانسان ملايين الكائنات البحرية تعيش فيها حاولي تلاتين في المية من الغاز والبوترولي واستخرج منه من النصائح هتاخد نصيحة من هنا لان دي مش نصائح النصائح ده تحليل واقنع بحاول يقنعك بحاجة معينة انما دي النصائحة توعية الناس بضرورة الحفاظ على البحار ادي نصيحة او تكتب التانية اصدار قوانين تعاقب من يلوس البحار بالنسبة للمطوريات التانية العنوان واضح جدا الماء والحياء من المعلومات هدي عندك هنا معلومتين الماء يشغل واحد وسبعين في المية من جوكب الارض والانسان يعتمد على الماء فيه الشرب وسق النبات النباتات والحيوانات من المصائح توعية الناس بضرورة ترشيد استهلاك الماء في رأي النباتات صيانة الصنابير والمواصير منعا لتسريب الماء اي معلومة منهم تكفي وشكرا